السلام عليكم ورحمة الله كيف اتحدث باللغة الانجليزية عن شهر رمضان عبارات مهمة جدا ودارس مهم جدا ايضا قبل شهر رمضان اهلا بكم معكم الاستاذ حسين الغالبي مؤسس اكاديمية السفير في السويد لا تنسى الاعجاب وسبسكرايب وتفعيل زر الجهاز حتى تحصل على جميع الدروس وبعد ان تني هذه الحلقة شاركها مجعمية اصدقائك لاني اعرف الكثير من الاشخاص بحاجة لهذه الدروس ومعلومات مهمة عن شهر رمضان باللغة الانجليزية وتعبير مهم جدا اوكي let's begin خلينا اول شي نسمع الى المقطع اللي هو عبارة عن 4 صفحات 1 2 3 4 مع شرح تفصيلي راح نركز على اللفظ الصحيح حظر كراس وقلم واتبع الطريقة المميزة جدا لتخليك تعفظ اكبر معلومات باللغة الانجليزية بشكل صحيح من اول مرة وهي كتابة الدرس بالكراس او في مذكرة الهاتف بامكانك استخدامها ايضا لكن استخدام القلم والكراس افضل بكثير حسنا بامكانك كتابتها وايضا تكرار القراءة الصحيحة عدة مرات حتى تتقنها بشكل جيد let's begin with listening سوف نستمع الى المقطع الاول بشكل سريع بعده نقرأ سويا ونشرح كلمة كلمة Randallam is the ninth month of the Muslim calendar the month of ramadan is also when the holy Quran was sent down from heaven a guidance unto men a declaration of direction رمضان هو شهر التاسع من التقويم الإسلامي تمام؟ بإمكانك طبعا استخدام هذا الناس لإرساله إذا عندك واجب مماثل إله مع تغيير بسيط تقدر السوبي أو تستخدمه كما هو تمام؟ الترجمة عندك هنا كما أن شهر رمضان هو شهر الذي نزل في القرآن الكريم من السماء اللي أريدك من نسوي الآن بعد أن نكمل هذه تقرأ معي الناس سويا حتى تدرب على اللفظ الصحيح هالكلمة يشوفها الجيل الصعبة شوية سهلة جدا هي يلا نقرأ سويا أنا وأنت رمضان is the ninth month of the Muslim calendar the month of Ramadan is also when the holy quran was sent down from heaven a guidance into men a declaration of direction and a means of salvation تممتاز خاروه للي بعد عدنا هذا المقطع راح نشرحه الآن هو عبارة عن جملتين فقط خلونا الآن نستمع لهذا المقطع اللي بعده it is during this month that Muslims fast it is called the fast of Ramadan and lasts the entire month Ramadan is a time when Muslims concentrate on their faith and spend less time on the concerns of their everyday lives it is a time of worship and contemplation ممتاز بعد ان استمعنا لهذا القراءة خلينا نقرأها سويا طبعا أنا نخلي شخصين يقرؤون حتى اللفظ يكون بشكل مختلف وانت تقدر تنوع وتفهم هذه الكلمات عندما تستمعها من أشخاص مختلفين it is during this month that Muslims fast خلال هذا الشهر المسلمين يصومون it's called the fast of Ramadan يطلق عليه صوم رمضان and lasts the entire month طوال الشهر ويستمر طوال الشهر and lasts the entire month طوال الشهر مقطع اللي بعده رمضان is a time when Muslims concentrate يركز هو شهر رمضان هو الوقت الذي يركز فيه المسلمين on their faith on their faith على إيمانهم and spend less time ويقضون أوقات أقل on the concerns concerns of their everyday lives lives ركز على هذا اللفظ and spend less time ويقضون وقت أقل on the concerns of their everyday lives okay it is a time of worship and contemplation contemplation worship العبادة and contemplation 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 okay والتأمل إذن الآن استمعنا لهذا المقطع خلصنا الآن نصف الدرس بعد عدنا حوالي خمس دقاق وننهي الحلقة دارس مهم جدا ركز على القراءة بشكل صحيح خلصنا على المقطع اللي بعده okay خلصنا الآن ونحن لدقيقة السادسة لدينا خمس دقاق متبقية during the fast of ramadan strict restraints are placed on the daily lives of Muslims they are not allowed to eat or drink during the daylight hours at the end of the day the fast is broken with prayer and a meal called the iftar ممتاز استمعنا إلى القراءة يلا نقرأ سويا during the fast of ramadan strict restraints restraints okay strict restraints يتم وضع قيود صارمة or placed يتم وضع on on the daily lives of Muslims on the daily lives of Muslims على الحياة اليومية خلال صوم شهر رمضان يتم وضع قيود صارمة على الحياة اليومية للمسلمين they are they are not allowed to eat or drink during the daylight hours لا يسمح لهم بتناول الطعام أو الشرب خلال ساعات النهار تمام المقطع اللي بعدنا at the end of the day the fast is broken في نهاية اليوم يفطر الصائم with prayer بالدعاء and a meal called the iftar and a meal ووجبة تسمى الإفطار خلنقرأ سويا أنا وأنتي الآن مرة الأخيرة قبل أن نتقل للمقطع الأخير during the fast of Ramadan strict restraints are placed طبعا strict صارمة restraints قيود are placed توضع on the daily lives on the daily lives of Muslims they are not allowed to eat or drink during the daylight hours at the end of the day the fast is broken with prayer and a meal called the iftar in the evening following the iftar it is customary for Muslims to go out visiting family and friends the fast the fast resumed the next morning one may eat and drink at any time during the night until dawn rises ممتاز ممتاز in the evening following the iftar in the evening following the iftar بعد الإفطار مساء الإفطار it is customary customary for Muslims من المعتاد أن المسلمين to go out to go out visiting family and friends إني يخرجوا من زورنا الأصدقاء العائلة أو الأصدقاء أنت الأصدقاء والأصدقاء المقال اللي بعدها the fast resumed the next morning يستأنف الصيام في صباح يوم التالي one may eat and drink at any time يجوز المرعن يأكل أو يشهر في أي وقت during the night خلال الليل أثناء الليل until dawn rises حتى طلوع الفجر until حتى dawn rises حتى طلوع الفجر خلنا نقرأها بشكل سريع أنا وأنت الآن in the evening following the iftar it is customary for Muslims to go out visiting family and friends the fast resumed the next morning one may eat and drink at any time during the night until dawn rises هذا الشكل نكون خلصنا كل المقاطع الأربعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة هذا الموضوع تقدر تستخدمه كموضوع تعبيري أو تقدر تأخذ منها معلومات وتكون معلومة موضوعك الخاص أنت بنفسك من خلال هذه المعلومات اللي موجودة من خلال الكلمات المهمة اللي بي أنصحك أن تكتب الدرس كامل بالكراس وأيضا تتدرب على القراءة الصحيحة إذا عندك أي أسئلة أكتب ليها أسفل هذا الفيديو إذا عندك أي اقتراحات عن فيديوهات لاحقة عن هذا الموضوع أو موضوع مشابه إلى حتى نسوي حلقات متشابهة لهذه الدروس ونكمل بنفس الطريقة. طبعا لا تنسى الإعجاب والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس القادمة المهمة حول شهر رمضان وباقي الدروس أيضا وعمل مشاركة لجميع أصدقائك حتى تعمل فائدة. عدنا طبعا حلقة سابقة كيف تحدث عن العيد بلغة إنجليزية بإمكانك أيضا طلاع علي حلقة مهمة جدا فيها الكثير من العبارات الجيدة. شكرا لك على المتابعة وتمنى لك التوفيق وتمنى لك شهر رمضان مبارك ولا تنساني من الصالح دعا كنت معكم في الإعداد والتقديم الأستاذ حسين الخالبي إلى اللقاء.